سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة حلقتنا مسجلة لكن زي ما عودناكم تقدروا تتصلوا وتتواصلوا معنا من خلال الرسائل على مواقعنا صفحة الفيسبوك اليوتيوب كل الرسائل اللي بتبعتها لنا والإيميلات بتوصلنا وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق أرقام التليفونات المعتادة بصلني إنه النهاردة تكون حلقة بركة أو فيها بركة للجميع وبما إنه النهاردة أو الحلقة دي بتوافق توقيت عيد الشكر في أمريكا وإحنا واخدين أجازة من أجل الموضوع ده عشان نحتفل مع عائلتنا ونشكر الرب من أجل أعماله الرائعة في حياتنا فأنا النهاردة حب أشكر الرب من أجل عمله في وسطكم انتم ومن أجل الشهادة لإسمه في وسطكم وخاصة مجتمع العابرين إحنا شفنا الأسبوع اللي فات في يوم الصلاة العالمي للعابرين شهادات مجد اسم الله حتى في وسط الدقات الشديدة هناك عابرين عايشين لمجد اسم الله وأنا بشكر الرب من أجلكم جدا ومن أجل نموكم في المحبة وفي الإيمان كل يوم حلقة النهاردة بعنوان اسم الله الشكور اسم الله الشكور ده من اسم من أسماء الله الحسنى فالأسئلة اللي أنا حضعها النهاردة في إطار الحلقة دي هي عبارة عن عدة مناحي كده نتكلم فيها هل ينفع أنه من أسماء الله يكون الشكور يعني بيشكر مين؟ من يشكر هذا الإله؟ ومن يستحق أن يشكر من الله لو كنا بنتكلم عن الله الحقيقي نقطة تانية لو كنت بتقول أن الله من أسماءه أو من صفاته أنه شكور إيه معنى الشكر الحقيقي؟ يعني من الناحية العامة عند الناس وأيضا إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس عن الشكر والحمد والتسبيح لله من أجل أنه مستحق خليني أقول لمحة عن ليه أنا بتاديت أفكر في الحلقة دي في توقيت عيد الشكر في الولايات المتحدة وأنا بفكر كده يعني من عدة أسابيع أنه العيد ده جاي ففكرت يا تارى يعني إزاي عيد الشكر ده بيتقابل مع ما نعرفه في المجتمعات العربية من الأعياد والأمور اللي بنحتفل بيها والأيام اللي بتخصص مثلا لعيد المرأة وهكذا خليني يبص على إيه هو عيد الشكر في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى من غير ما أدخل في تفاصيل القصة ومين قبل مين ومين عمل عشل مين أنا عايزة أقول أنه عيد الشكر في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى من الدول الغربية فقط على فكرة هو نوع من الاحتفال بيوم رسمي تجتمع في الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة سواء كانت الأسرة في المجتمع البيت يعني الواحد أو الأسرة بالصورة الأكبر أو حتى أحيانا بتلاقي أنه الكنايس أو منظمات بتعمل احتفال خاص في هذا اليوم يجتمع فيه الجميع ويصلوا مع بعض أو يأكلوا مع بعض أو يقوموا بالتقاليد الاحتفالية اللي بيعملوها على اختلاف البلاد ففي أمريكا الناس بتقدم شكر على الحصاد شكر على اهتمام الله بيهم شكر على العيلة وهكذا فده بيبقى شكر واضح أنه شكر لله على بركات الله فيه الناس المسيحين بيحتفلوا بيه والناس اللادينين بيحتفلوا بيهم للعيلة يعني عندهم نوع من الفهم أنه العيلة دي حاجة يعني يشكر الله عليها في بلاد كتيرة بيبقى فيه شكر على الحصاد مثلا شكر لله على بركاته في الحصاد وعلى رعايته ليهم أو فيه مثلا بلاد بتحتفر بعيد الشكر علشان موقف انتصروا فيه على عاده معين وربنا انقذهم من حاجة معينة في ألمانيا في استراليا في كندا أعياد الشكر دي بتبقى ليها يعني مركز على شيء هم بيشكروا الله أو المصدر القوة في حياتهم عليها يعني مثلا في الصين في عيد شكر في دول أخرى من الدول الشرقية دي عندهم احتفالات بعيد شكر يمكن خاص أكتر بالحصاد وبالعيلة ولو انهم وثنيين لكن فيه نوع من الامتنان لقوة أعلى الدول اللي بتحتفل بعيد الشكر ده بيبقى عندهم فترة انه فيه راعي يريد ان يبارك الرعاية حتى ولو كانوا وسانين يعني كل واحدة يخدها بطريقته اذا كانت بقى بيعملوا ده عشان يبقى عندهم جود كارما ولا ايه اخدها بأي طريقة ده المعنى الأوسع الكتاب المقدس بيقول كده انه الشكر في الكتاب المقدس أسلوب حياة بيقول كده الكتاب انه خليني أعرلكم من رسالة سالونيكي الأولى بيقول كده افرحوا كل حين وصلوا بالانقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم ان احنا نكون فرحانين وان احنا نكون بنصلي بلا انقطاع وان احنا نكون بنشكر في كل الأحوال الأحوال السيئة والأحوال الجيدة لأن إرادة الله في حياتنا الخير دايما فلو انت في حال سيء انت بتشكر الله وتقول يا رب أنا بشكرك لأنه أنا في وقت صعب لكن عارف إن إرادتك لي خير فأنا هنتظر يدك تعمل الخير وهكذا فده من المنظور المسيحي حياة المسيحيين في الكتاب المقدس حياة الشكر هي أساس أسلوب حياة عند المؤمن لأنه عارف إنه قلب الله دائما حيكون خير بيقول كده الرب بقى بيقول في الكتاب بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله ده في رسالة فليبي الاية دي ربنا بيقول ما تهتموش بحاجة انتوا يعني كل شيء بتمروا فيه في حياتكم كلموني فيه في الصلاة قدموه لي وحتى ولو انت في موقف صعب ده تأكيد على الآل قبل كده أنا معاكم وأنا اهتم بكل أموركم أنا الطريق قدامك أمهد وهكذا الكتاب مليان بتعبير الله على اهتمامه إن احنا نكون لنا حياة ويكون لنا أفضل إنه حياتنا تكون مضغطية بحضوره محمية بيه يتكلم عن نفسه على إنه هو حمى لنا هو الصخرة لنا هو الغطى لنا هو الراعي لنا وهكذا فما تقدرش تكون مع كل صلاح الله ده اللي انت بتعرفه عنه ما تكونش حاسس بأمان وعايش في حالة شكر كامل إن الله يراج بهذا المنظور وانت عارف انت يعني تستحق إيه وما تستحقش إيه أنا عايزة أرجع تاني لفكرة عيد الشكر في مع اختلاف الثقافات البلاد اللي أنا تكلمت عنها دي عدد بسيط من البلاد لكن في أكتر كتير بلاد غربية بتحتفل بأعياد الشكر بطرق مختلفة أنا سألت يعني سؤال مهم بالنسبالي في الوقت ده ليه ما فيش أعياد أو أيام مخصصة للشكر أو قريبة من هذه الفكرة في العالم الإسلامي نحتفل بالمولد النبوي مثلا لكننا نحتفل بيوم نقول فيه إننا إن إحنا بنشوف بركات الله وبنشكره عليها ليه؟ يعني أنا ممكن أقول رد من الردود يعني إنه قص النبي ما عملش كده دي تبقى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا لكن الحاجة اللي تلفت النظر أيضا إن إحنا اتعلمنا وإحنا بنتربة كمسلمين إن إحنا نقول الحمد والله على كل حال مش كده؟ وفيه آية قراءنية كتير أو بتدعو إنه الناس تشكر وتحمد وإنه الله شكور وإنه غفور وحاجات زي كده لكن الحمد شيء والقلب شيء تاني إن أنا أحمد الله على كل حاجة وإن أنا أكون عارفة إن أنا عايشة مع إله بيحميني مش بيابتليني إحنا بنقول الحمد لله وإحنا بنقول إن إحنا عندنا ابتلاء من الله والحمد لله ربنا شاف إن أنا يعني عايز يشيل من زنوبي فابتلاني وهكذا فهل الحمد ده حمد حقيقي يخليك تبقى فرحان وإنت بتقول أنا عايز أشكر الله على بركاته وحمايته وكده لو كان ده حقيقي كنا شفناه يترجم في المجتمع فيه فرق بين الشكر والحمد إن أنا أكون بشكر الله أو بشكر حد مثلا أقول له شكرا أنا متشكرة قوي إنك عملتني الخدمة الفلانية دي لكن إن يكون قلبي ممتن باللي عمله الشخص ده عشاني ده شيء مختلف أنا ممكن أشكر الله على الابتداء لو أنا بطريقة التفكير الإسلامي لكن من جوا أنا متألمة لكن لما أنا أكون عارفة إنه الله لا يبتلينا بأمراض مثلا في الكتاب المقدس ربنا مش حيبتلينا بأمراض فأنا ببقى شكرا إن الله معايا فسط المرض في قلبي مقتنع وعندي شعور بالرضى والأمان لإني في إيد الله الحامي اللي بيحميني من المرض مش بيسببني بيسببلي هذا المرض فرق فيه فرق فيه اختلاف يعني كبير في مفهوم الشكر هنا ومفهوم الشكر هنا وترديد الحمد لله من غير ثمار للحمد لله يعني لو حبيت أوضح لكم ليه أنا بقول ليه إيه سؤالي إنه ليه ما فيش عيد شكر في العالم الإسلامي ولا بلد ليه واللي لا يتقال عليه عيد شكر في الدول الإسلامية يبعتلي أكون ممتنة جدا هتعلم حاجة جديدة أنا بقول إن ده ما حصلش علشان ده مش نتيجة مباشرة لمحبة الله أو لإنه المسلم عارف إنه مرتاح عند الله مع الله أو إنه في أمان مع الله أشكر الله على كل حال غير أنا بأشكرك يا رب لإنك الصالح وإلى الأبد رحمتك الأمر مختلف ثقتك في هذا الإله غير تعاملاتك مع هذا يعني الغير حقيقي لإن الشكر دايما بيجي نتيجة بركة في حياتنا لازم يكون له مظاهر توجد تغيير في الأقوال وفي الأفعال وأسلوب الحياة فده سؤالي ليه إحنا لنرى ذلك مترجم في تعبير عام عن الشكر لله مثلا مع إن واحد من أسماء الله الحسنة بيقول إنه الإله نفسه شكور طبعا مشاكل كبيرة في الموضوع ده هنتكلم فيها دلوقتي لكن لما يكون الإله بيقول أنا شكور وإنت مش عارف تعبر عن يوم لترجمة إحساسك بمعنى الشكر الحقيقي في حياتك نفكر ليه ليس هناك نتيجة إيجابية إذا كان التعليم إيجابي لإنه التعليم مش حقيقي ومش إيجابي فليس له أي نتيجة إيجابية على فكرة إنسانيتنا لوحدها الإنسانية لوحدها ممكن تنتج ده زي ما بقول إنه في دول وسانية بتحتفل بعيد الشكر لإهتمامهم بالعيلة وبالأسرة وشايفين الخير والبركات وبقدر يقولوا ده خير وبركة ينسبوها بقى لوسن ولا غيره لكن في حاجة إيجابية دخل جواهم بيتوقعوها فبينتجوا حاجة إيجابية في الكتاب المقدس عند المسيحيين إحنا عندنا تعليم ثابت عن صلاح الله أقراركو دلوقتي تسعين آية عن صلاح الله وصلاح الله يجبرنا إن إحنا نرى مش نصدق لا مش نصدق بس نصدق ونرى ونعيش صلاحه لأنه مترجم في حياتنا فيبقى عندنا فرح الرب هو قوتنا فيبقى عندنا إفرحه في كل حيات فيبقى عندنا إن إحنا نبقى شاكرين حتى في وسط الألم لإني معاكم مدهش جداً إن الإله الشكور ده لا ينتج هذا خلينا ننظر إلى تفسير الإسلام أو وصفه لمعنى شكور وأيضاً بيقولوا كده إنه شاكر فبنقول يعني إنه ما تقول إن الله شكور يعني دائم الشكر وإنه برضو شاكر هو دائم الشكر فالتنين تقدر تقول ده أو تقدر تستخدم الكلمة دي أو تقدر تستخدم الكلمة دي معنى ده هو بيشكر مين بتلاقي إنه تفسير الفقهاء بيقول إنه هذا الإله يشكر الإنسان يقولك الشكر من صفات الله خلينا نشوف معنى الشكر في الإسلام وعايزة أقرى لكم بعض الشرح في الأمور دي بيقول كده الشكر من صفات الله بيقول إنه من أسماء الله الشاكر والشكور وبيقول بيقدم لنا بعض آيات أنا اخترت لكم منها كذا آية مثلاً همين جداً أسف معلش بيقول كده قال تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً أو شاكر عليه ده من سورة البقرة على فكرة يعني الآية دي وقفتني شوي يعني أولاً احنا عارفين إنه الحج أولاً شعيرة وثانية يعني كانت بتحصل قبل الإسلام الصفة والمروة مثلاً يعني كون هذا الإله يبقى فرحان قوي ويبقى شاكر للناس إنه هما بيسعوا في الصفة والمروة يجري من حتة هنا لحتة هنا من الصفة للمروة المفروض إنه هما كانوا أماكن لأليها وسانية حد يفسر لي هذا الإله لماذا يشكر هذا الإله الإنسان على ده وإيه اللي هينفع الإنسان بقى هيدي له حسنات يكتر له حسناته فيعني ده سؤال هل ده شيء يستدعي إن الله يشكر الإنسان ماذا يستفيد الإله من هذه الفكرة يقولك من العلامات إن الله غفور شكور وإن الله شكور حليم وهكذا فهو يغفر لك ويشكرك لما تتوب أو تعمل عمل حسنة تعمل حسنة يغفر لك ويشكرك بإنه يزود لك بقى إيه الجائزة اللي تاخدها على الحسنات دي يقولك الحسنة بعشر أمثالها بقى وكده ويدي لك تفسيرات للموضوع إنه شكور بمعنى إنه يدي لك حسنات يجازيك بقى إنت بتدفع الحسنة العمل الطيب اللي إنت عملته ده وهو يرد عليك بالشكر بقى أضعاف الحسنة علشان هذا الإله هقعد منتظر إنه إنت تعمل حسنة فيقولك شكرا متشكر قوي كتر خيرك إنت عليك دلوقتي بس خمسين سيقل إن أنا شلتلك تسعمائة الفكرة يعني 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 ماذا استفدت إنت كإنسان وكيف وكيف لله أن ينظر العمل يقدمه إنسان ضعيف يعني ملوش حيلة هيقدم إيه لله يخلي الله يبقى عايز يقول له متشكر يعني إزاي يعني شيء لازم نحن نفكر فيه بيشرح بقى بيقول يعني إيه موضوع إنه الشكر من صفات الله بيقول كده هو الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا ويشكر القليل من العمل الخالص ويعفو عن الكثير من الزلل بل يضعف أضعافا وضعافا بغير عد ولا حساب ومن شكره أنه يعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود كلوا أشربوا هنيئا بما أسلفتم من الأيام الخالية دي في صورة الحاقة ده من جزاء الله فكرة إنك تعيش طول حياتك علشان تعمل أعمال علشان ترضي بيها الإله علشان في الآخر توصل لهدفك إنك تدخل الجنة وكلمنا في الموضوع ده قبل كده قد إيه من الأعمال يمكن إنه يغفر لك وكيف تضمن رضا أو غضب هذا الإله هنا المشهد اللي إحنا شايفينه هو بيتكلمنا عن كيف يكون الإله شكورا ولكن ماذا عن كيف يكون الإله ماكرا يعني أو ماذا عن إنه لو كانت إرادة الإله إنك لا تهدي من أحباب والله يهدي من يشاء يعني اعمل اللي تعمله لكن أنا مش ههديه برضو مثلا أو اللي الله يشاء إنه يعمل عمل صالح فيدخل الجنة في آخر اللحظة والتاني يعمل عمل طالح فيدخل النار في آخر اللحظة ده ده من المهم جدا إنه ننظر إلى الأفكار الإسلامية المقدمة لنا من خلال القرآن حتى عن شخص الله ونشوف إنه الاتنين لا يتفقوا خالص الصلاح مثلا لو تكلمنا عن صلاح الله إنه الله صالح لا يمكن الصلاح يخليه يختار ناس كده يرميهم في النار وناس كده يرميهم في الجنة استحالة أو يخلق من قبل الخليقة يخلق الناس من ظهر آدم للنار وناس من ظهر آدم للجنة ويقول إنه إنه ميديهم فرصة لا إنت اختارت أصلا فصلاح الله لا يتفق مع ده لو الله صالح هيدي فرصة عامة للجميع مساوية للجميع هنا احنا بنتكلم عن الشكر فهو يعني مركز على حتة الشكر إنه يعني هذا الإله يدي لك أما تشكره يدي لك حاجات كتيرة في المقابل وهنشوف التفسير بتاعها عند الشيوخ شكله إيه ويقول بيقول كده إنه في اللغة العربية كلمة شكر تعني زيادة يعني في تفسير الشيوخ لهذا الأمر يقولك إنه لما تشكر حد أنت بتدي له حاجة طب يعني واحد إداني حاجة واحد جاب لي آكل مثلا فأنا هقوله شكرا أنا أدت له إيه هو اللي إداني يعني هو اللي من علي بإنه يأكلني شافني جعانا فأكلني فأنا هدي له إيه أكتر إنه كترخيرك دي حاجة حلوة خالص شكرا أنت راجل طيب فأنا أدت له إيه يعني أنا زودت إيه بالعكس أنا مزودتش حاجة أنا اللي اتبركت فحطة إن كلمة الشكر هي زيادة دي حاجة غريبة جدا طيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وشرح حطة يعني إيه كلمة شكر يعني زيادة وإزاي بيطبقوها على الله تفضلوا لما ترجع لأصل الكلمة كلمة شكر يعني زيادة أعطيتك زيادة مهما كان ما قدمته قليل وغل العربية لما تيجي تقرأ كلمة شكر يقول لك دابة شكور وأرض شكور يعني يعني إيه ناقة دي شكور تديها علف قليل تعطيك إنتاج غزير يقول لك أرض شكور يعني إيه أرض شكور تديلها مية قليلة قليلة تديك إنتاج فوق ما تتخيل إنتاج غزير الشكور الشكور إعطاء الزيادة مهما كان الشيء اللي بتقدمه قليل مش بقولك إسمي يدعوك يعني مهما قدمت قليل لابد أن يشكرك عليه ويضاعف لك الشكر أضعافا مضاعفة فتجد الجذاء بس خلي بالك هل ينفع يشكرك من غير ما تقدم حاجة يعني إنت عشان تشكر لازم أقدم شيء كلام يعني الكلام في مشكلة كبيرة جدا لو لو خدنا بس يعني واحدة واحدة أنا حاسة وأنا بس معه على فكرة ده مش عشان هو عمر خالد وفي ناس كتير ما بتوافقش على كلامه أنا هوريكو كمان من الشيوخ التانيين بيتكلموا بنفس الطريقة كلمة شكر يعني زيادة واستخدام تمثيل الله بشجرة محتاجة مية علشان تنتج فكهة فتديها شوية قد كده فتديك بقى إيه فكهة قد كده منتهى يعني الهزل إنك تمثل الله بإنه محتاج إنه العبد يعمل حسنة عشان الله يباركه الله من طبيعته مباركة أبنائه الله يقدم البركة لكل أبناء ويقدم النعمة المعطاة لنا الباب مفتوح للكل بس أنت تختار مش محتاج إنك تعمله حاجة علشان يطرح فكهة يعني يعني الله اللي بيدينا مثل إنه بيعتني بالعصفير بتاعت الحقل ويلب السنابل للأمح ويعتني بالأكل والزرع والأرض وكل حاجة هذا الإله محتاج إن أنا أقدم له حاجة علشان يأكلني لا هو وعد إنه يعتني بكل احتياجاتي أنا أعمل إيه ناتج لده مش علشان ده ناتج لمحبة الله أنا بتصرف إزاي في حياتي أنا بقدس الله إزاي في حياتي أنا بعيش الله إزاي في حياتي ده ناتج مش مقدم مني علشان أخد هتلاقي الفكرة دي بتتكرر منتهى الإهانة إني أشبه الله عشان أزبط يعني إيه ألوث حتة كلمة شكور دي ألبسها للمعنى القرآني فأقول إن الشكر هو زيادة أنا لا أجد المنطق في كلمة إن الشكر هو زيادة دي خالص دي من المشاكل الكبيرة جدا في اللغة العربية وتفسير اللغة العربية يعني يعني الشكر في اللغة العربية إذا تحدد بس على أساس الآية القرآنية فلازم يلاقولوا المعنى اللي يلبس في الآية القرآنية فأمثل الله بقى بإنه شجرة أو ناقة أو كده يعني إنت إزاي مهما قدمت لله هو قليل وبعدين يقول لهم يعني بصوا بقى شوفوا الإسم دي خليك إيه بقى تبقى عارف إن أنت يعني ماكملش وعايز يقول إنت ليك ماكسب كبير بقى كبرياء الإنسان في إنه يفكر إنه هو يستطيع إنه يقدم حاجة لله تخلي ربنا يديله علشان خاطر لا حلوة دي ملعوبة إنت جبت جون أنا هديلك يعني أصد وكذا صدقوني إسعاد بشوف الحاجات دي واقعيا كده أنا ببقى شايفة في خيال الناس دول كده أنا جبت جون بقى أنا عملت حسنة كده يعني حدش عارف إن أنا عملتها فهيأخذ عليها حاجات كتير مثلا يعني وبعدين يروح مبهرنا بقى في الآخر يقولك يعني شوف بقى علشان يأكد لنا إن الشكور ده قعد مستني كده لحد ما تجيب الجون عشان يباركك فيقولك إيه يعني يعني بس بالمنطق ينفع تاخد حاجة من غير ما تقدم طبعا ينفع طبعا ينفع فكرة إنه لازم تقدم عشان تاخد كلمة فكرة غير موجودة كتابين خالص على فكرة لأنه محبة الله لنا مقدمة منذ البدء إحنا حبنا لأنه أحبنا أولا خليني أرجع لكم لأصل كلمة شكر في اللغات الأخرى إذا كان يعني في اللغة الإنجليزية to be thankful يعني تبقى شاكر لحد هو إنك تكون ممتن إنك تكون يعني شاكر أو ممتن هو امتنان يعني تحفظ الجميل تقول آه ده أنا شايفه ده جميل علي أنا شايفه مش تازم أردله حاجة لكن أنا شايف إنه حد عمل لي حاجة حلو ده المعنى البسيط لكلمة شكر في العبري بقى في اللغة العبرية في العهد القديم بيقولوا إنه في أكتر من مئة آية فيها كلمة شكر حاجة وسبعين منهم مرتبط جدا بمعرفة أو اكناولجين يعني إن إحنا نبقى بنقول وإحنا فاهمين إنه أكناولجين what is right about God in in praise and thanksgiving أبقى بقول إن ده الشكر ده اعتراف اكناولجين إذا اعتراف اعتراف مني بما هو يليق بشخص الله من من تسبيح وحمد في العهد القديم تقريبا تلتين الآيات مرتبطة بشخص الله مباشرة إنه هو الوحده اللي يستحق الشكر والحمد والإمتنان والتعبير عن المحبة ليه لما لشخصه لأن ده في شخصه أما بالنسبة بقى لليوناني فالكلمة بتاعت شكر في اليوناني بتعني إنه الواحد يعني يوري نفسه إنه شاكر أو إنه يعطي شكر لله برضو معظمهم معظم الآيات في العهد الجديد بتتكلم عن الإمتنان لله مفيش حاجة اسمها بقى الشكر هي الزيادة مهما امتنيت مش هتقدر إنك تزود حاجة على شخص ادالك بسخاء الشكر والإمتنان مركزه هو الله هو اللي معطي وإحنا مستقبلين محبته ونعمته بلا مقابل على فكرة الطاعة ليست مقابل ولكن ثقة في محبة الله وإلا أصبحت عبودية ليه بقى لإنه عندما أولا زي ما قلت كده الله أحبنا أولا فإحنا حبنا وبعدين وبعدين طعنا على فكرة لإننا عندنا ثقة في مستقبلنا معاه عندي ثقة إن هذا الإله محبته صالحة دائما فأنا أختار بقى يبقى باختياري إننا أطيع الله أقولها تاني المعطي هو الله المستقبل هو إحنا نبقى عارفين إنها نعمة من الله بلا مقابل الطاعة الثقة في الله وفي محبة الله بالاختيار وإلا أصبحت عبودية يعني لحل شوفوا كده يعني المقييس البسيطة نقدر نقول إنه العطاء هو العمل الذي جلب الشكر للمعطي لإنه ده من فضله فأترجم ده إزاي مزمور 136 فمزمور 136 هقرى لكم بس آيتين ثلاثة منه العطاء بتاع الله خلانا نشكره بالطريقة دي فالمرنم بيقول كده فإحمد إحمد 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 رب لأنه صالح بفهم لأن لأن الأبد رحمته الرب صنع كل ده من أجل الإنسان فنحمده لأن إلى الأبد رحمته وإنه صنع لإنه أعطى لإنه هو هو الباصة الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته نحمد لأن إلى الأبد رحمته وهكذا فالعطاء اللي الله عمله علشان تكون لك حياة على الأرض ومعاه هو اللي خلينا نشكره وعمل الله في حياتنا هو اللي جاب الشكر مش عملي أنا ولا عملك أنت لا تستطيع أنك تقول أنه عملك أعطاك شيء قبولك المسيح اختيارك اللي فرق في حياتك اللي يدي لك الأبواب لكل ده المتاح لجميع أبناء الله بالتساوي ثانيا بقى في اللي قال الأستاذ عمري خالد واللي لسه هنسمعه ده في أسلوب مقايدة شوف بقى أنت هتقدر تعمل لله إيه هتاجر بقى بإيه مع الله علشان يدي لك تدي له فتاخد منه ما ينفعش تاخد من غير ما تدي كتاب يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخس شايفين لما الكتاب يتكلم عن شخص الإله الحقيقي بيقول لنا الحقيقة أنه لا يمكن صانع الكل خالق الكل اللي سخر الكل لينا إحنا أبناءه يبقى منتظر مننا أن احنا نديله حاجة عشان يدينا لأول دينا كل حاجة أصلا وبيقول لنا كده أنه كنوا زي العطاء أفضل من الأخس ما تبصش أنك تاخد ادي فلما تدي الكل حيتغني مش مادة أنا بتكلم عن محبة بتكلم عن مساعدة بتكلم عن يعني فهمك لظروف الآخرين الله بيعمل معنا كده فبيعلمنا أنه مغبوط هو العطاء أكتر من الأخس فلن يوضع الله في مكان المحتاج لعطاء البشر إيه اللي عندك عشان تهبوا لله إلا قلبك يعني التاني أرجع أقول فكرة التمثيل إن الله محتاج للعطاء دي علشان يسمر ياخد شوية مية فيدينا شوية فكهة صورة مقلوبة الله يعطي فنثمر نحن من خلال محباته خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده عن اسم الله الشكور برضو اسم الله الشكور العرب يقولوا على كل شجرة ضخمة مليئة بالثمار لكنها تسقى بماء قليل يسمونها شجرة شكور تسقى بالقليل فطوع طيل كثير وخدوا منها الناس تعريف اسم الله الشكور الذي يعطي الكثير على القليل حاجة بسيطة تعملها في سبيل الله فيكون مكافئة ربنا الشكور أكبر مما يخطر على بالك لما يشوفوا عظمة جزاء ربنا في الجنة هيقولوا ده أكتر بكتير كثواب وكعطاء من الأعمال البسيطة اللي كنا مكلفين بيها يعني عندي سؤال لو المسلم هيطلع الجنة أو المسلم هيطلعوا الجنة ويلقوا عطاء الله بقى في الإسهاب في موضوع الجنات اللي مليانة كذا والبحور كذا والأكل كذا والكلام ده كله والحور العين والكلام ده كله فيبصوا بدأ كله يقولوا يا ده أكتر كتير خالص من حاجات اللي احنا عملناها وإذا كانت مش بس مش من الحاجات اللي احنا عملناها وقال كلمة من الحاجات اللي كانت مفروضة علينا فعملناها أنا عايز أسأل إيه اللي يجعل الفرد واحد بيقوم بعمله واحد مفروض عليه يعمل حاجة ما الذي يجعل الفرد بركة أو يزود عليه إيه العبد بيقوم بدوره في البيت ينو الكتاب بيقول كده على فكرة هقراركم المسيح كان بيتكلم عن مع مع تلاميذه ف بيقولهم كده مين منكم عنده عبد يحرث أو يرعى فيقوله إذا دخل من الحق تقدم سريعا واتكئ بل العبد يعني العبد جاي من الشغل فعادي هو بيروح يزرع ويسق ويعمل ويرجع يكمل شغله في البيت يعني أو أنا مثلا هقوم وانا حضر له العشا لا العبد بيحضر نفسه العشا بعد ما خلص شغله وخلاص مثلا يعني فبيقولهم كده من منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحق لتقدم واتكئ سريعا بل ألا يقول له أعدد ما أتعش به وتمنطق واخدمني حتى أكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت العبد اللي مفروض عليه يعمل حاجة مالوش جزاء يعني مش هسقفله لما يرجع لأنه ده مشترك عبد لكن الإبن طبعا المثل سيء جدا لأنه يعني لو إحنا بنطبقه على النهار ده لكن المسيح بيواجه في نفسنا هنا بالمثل ده أنه شوفوا أنتوا بتعملوا إيه أنت عايز تبقى عبد ولا ابن عايز بقى ليك الكل ولا لأ لو أنت إنسان بره مشيئة الله وبره البنوة اللي طبعا الإسلام ضربها يعني أو كان مقصود أنه يضربها في مقتل بره أنك تبقى ابن الله فللأسف اللي أنت بتعمله فرد تمن أنك مشترى لكن أنت مش صاحب بيت أنت عبد في الآخر هتنام بره في الآخر هتعمل الشغل بعدين أنت تأكل نفسك مش معتنى بيك لأنه ده اختيارك أنك تعيش في عبودية أو يعني دي الصورة على الأقل لكن المسيح بفهمنا أنه الابن اللي داخل البيت ليه كل حاجة فمنتاش يعني منتاش محتاج أنك تقوم بعمل إذا كنت بتعمل فروض فأنت بتعمل واجبك لكن إذا كنت عايز تقدم حياة حقيقية تعيشها مع الله هتعيشها بطريقة مختلفة هتعرف أنه أنت لا تستحق أي حاجة لكن الله اللي هيقول لك بقى لأنك ابنه تعالى ادخل اتكئ أحضر لك العاشة ارتاح أنا أنا عندي بركات كتيرة لك فأجين أنت ما عندك حاجة لو أنت بتعمل الفروض أنت ما عندك حاجة تقدمها لله عشان يبقى شكرا هل من ما يقدم لنا نقدر نقول أنه الإله محتاج صلوات البشر قال إله محتاج أنك تقعد تسبح على صابعك وتقول الحمد لله وسبحان الله ومش عارف إيه ده في واحد عامل فيديو على كلمة اسمه الله الشكور ده وقال لك لو قلتها 300 مش عارفه كام مرة تاخد كذا ولقلتها 500 مرة هيحصل كذا وطبعا لأنه ما فيش أصول سبتة لمعرفة شخص الله فكل واحد حيقلف له عمل علشان ياخد به شوية حسنة اللي بيقول كده بيبقى فاكر إنه عشان أنا قاعدت أقول الله 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 أو الشكور الشكور أبقى كده يعني أنا في ذكر الله هذا ليس ذكر لله ده تنميل للعقول لكن تسبيح الله هو زي اللي احنا شفناه في المزمور ده إنه سبحوا الله لإنه مستحق كذا لإنه قدم كذا لإنه هو كذا وده يديك فهم لشخص الله وإمكانياته خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده عشان كده لو عايز تتعلق باسم الله الشكور تعلق إن كل عمل هتعمله يقينا هيجزيك عليه ولما ييجي في بالك أي عمل صالح افتكر الآية دي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ربنا مش هيدايع تعبك أبدا انت بتتاجر مع الله يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور عايز أقول لكم إنه تلات تربع الحاجات اللي قارتها عن اسم الله الشكور وعن الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت النهاردة بتقول الخلاصة بتاعتها في الكلمتين اللي قالهم في الآخر دول أو التلاتين ثانية دول إنه كل عمل هيجزيك عليه وإنه الآية بتاعت إن كل اللذين يتلون كتاب الله وإنهم يرجون تجارة لن تبور ويعني إيه إنه التجارة اللي أنت بتتجرها مع الله بقى إزاي يزود لك الأجر ويغفر لك وكده وكأنه مثلا الله قاعد مستنيك يقولك أنا الحياة متشكل جدا مش عارف من غيرك كنت هعمل إيه لو ما كنتش عملت الفروض اللي أنا أنت بتتجر معايا بيها دي من صيام بقى الصلاة لكلام من دي هي دي فكرة إنه الله قاعد منتظر إن هذه التجارة أنا يعني مش قادر يعني لقينا إنه موضوع التجارة مع الله دي موجود في أفكار كتيرة من الأفكار الإسلامية إزاي تعيش مع الله هتجر بإيه بقى إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم هتجر بأموالك وبنفسك وبجهادك وبعيالك وإنه تجارة بتشتري إنت زي ما يكون أنا عارف إن أنا رايح مصيف فهشتري حتة أرض أبني عليها بيت عشان أروح كتير فإنت قاعد بالتاجر عشان تشتري حتة أرض في الجنة هتعيش فيها بقى للأسف إنه الفكرة دي فكرتني شوية النهار ده وإنا بقر بعض المقاطع لقيت إنه في كده حاجة زي في الفلكلور الشعبي في الثقافة العربية إنه المالك مثلا أو الأمير لما يمشي في الشارع يرمي دهب على الناس ولا فلوس ولا حاجة زي كده والناس دي ما عملتش حاجة عشان تاخد الدهب ولا الفلوس هو بس إيه يعني يلا أنا حديكم فتحس إنه هي نفس الصورة تقريبا إنه الإله صاحب السلطان ده قاعد يقولك طبعا إنت عملت كده خد بقى يلا خد عشر تلاف دينار أو إيرتين في الجنة هحطك على the best scenery على أنهار اللبن والعسل يعني هذه المقايدة لا تليق بشخص الله صورة أيضا لأنه وجود الله في حياة من خلال الإسلام في حياة المسلم هو مرتبط بأعمال تقنيات فيها فيها تقديس للعلاقة مع الله بصورة ما عند ناس كتير صادقين عشان أنا مش بقول أنه كل مش فاهم وكل مش صادق لا في ناس صادقين فعلا أنه هم فاهمين أنه هي الطريقة الوحيدة اللي توصل لله وال اللي الله بيتعامل فيها مع البشر ولكنها تضع العلاقة بين الله والإنسان في صورة قشرية ما مفيش فيها عمق يغيرك أنت ولكن العلاقة تدي لك أقولها بالعمية كده دي علاقة تخليك تمشي على العجين ما تلخبطوش لكن الإب يمشي ويقع ويقوم ويلخبط العجين والأب يروح شايله كده ومحتضنه زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا يعلمني السير في القداسة حتى لحد ما أتغير أنا وابقى عارفة أنه الطريق لله قداسة محبة ولكن نعمة أيضا خلينا نشوف الفيديو الأخير ونختم كان الصالحين يسموا الشكر هو الحافظ لأنك به تحفظ النعمة الموجودة وكانوا يسمونه الجالب لأنك به تجلب النعمة المفقودة عايزة فكرة أنه أنه الشكر يخليك تاخد يعني الشكر يخليك تاخد وكأنه يعني كأنه حصالة أنت تشكر الله فأروح أطلقك شاية فلوس في الحصال يعني فكرة أنت تشكر لأنه لأنه أنت ملموس بنعمة الله أنت تشكر لأنك عارف وعايش بإحساس أن الله قريب منك بيحبك عنده خير ليك لكن تشكر عشان تاخد ده ما يبقى الشكر ده يعني كانت جدتي تقول لي يعني أنه ما تصليش علشان بس تقضي الفرد كانت بتقول لي كده فعلا لكن أنا وجدت بعد كده بعد الدراسة أنه لا أصلي عشان أقضي الفرد لأنه بيشين مني الزنوب وخلاص جدتي كانت عايزة تعيش بأمانة لكن في إطار هذا الدين الأمانة مش مهمة أنت بتنفذ أوامر فأصلي عشان كذا أشكر عشان كذا المسيح لما قد للتلاميذ المثل ده قال لهم يعني أنتو إيه الفايدة ما قال لهم كده بيقولوا فهل ذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به لا أظن كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا هو كده إذا كانت العلاقة أنت بتعمل اللي عليك فأنت بتعمل اللي عليك ده ده ليس فضل لكن نعمة الله تدخلك إلى رحب محبته هناك أمثلة كثيرة للشكر في الكتاب المقدس منها محبته بيحك بيحكي لنا تطلقون طهر المسيح قال لهم أنا روحوا ووروا أنفسكم للكهنة فهم أطاعوا ومشيوا عملوش أي حاجة غير أنهم أطاعوا الله ومشيوا لأنهم كانوا عارفين هما بيكلموا مين شافوا أنه عمل معجزات وسمعوا هو عن العمل والمسيح فكان عندهم ثقة شايفين الطاعة ثقة فتدوروا ومشيوا وفعلا وهم ماشيين لقوا نفسهم شافيوا فالتسعة مشيوا وكملوا علشان يروحوا للكهن وهم نفذوا أمر المسيح كده ما عملوش حاجة غلط لكن واحد منهم لما رأى أنها شافية رجع يمجد الله بصوت عظيم كان عارف أنه بيسبح الله بيقول يا رب أنا يعني بشكرك ومجدك لأنك شافتني وخر على وجهه عند رجلاه شاكرا له وكان سامريا فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد تهروا فأين التسعة ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس ثم قال له قم وامدي إيمانك خلصك المثل ده الناس بتاخدوا كمثل على أننا أو المفسرين بياخدوا أحيانا كمثل على أننا يجب أن إحنا لا ننسى أننا نشكر الله على أعماله الرائعة في حياتنا على خلاصه على نعمته على قربه مننا على محبته بالرغم أننا غير مستحقين ودي هالخلاصة فعلا في المثل لكن المسيح ما كانش هنا محتاج أن الناس دول تقول له شكرا هو كان بيورينا أنه اللي صدق هو الغريب الجنس هو السامري اللي برة يعني السامريين كانوا غير محبوبين من اليهود لأنه ليهم أفكار مختلفة وأنهم كانوا بينعزلوا عنهم وكانوا لما يحبوا يمشوا من ناحية السامري يمشوا من برة يعدوا من يمشوا مسافات طويلة علشان ما يمشوش في وسط الناس دول اللي بيعتبروهم أقل منهم اليهود كانوا بيتعظموا على السامريين لكن وجدنا أن الرب تكلم عن السامري الصالح اللي ساعد من غير ما يطلب منه وساعد الرجل الإسرائيلي وتكلم عن السامرية اللي كانت عايشة في الخطئية لكن ربنا المسيح وقف لها وتقابل معاها وتكلم معاها من غير ما تكون عملت أي حاجة وأعلن لها ألهيته ومحبته ليها فأصبحت من أول موائل المبشرين وهنا نشوف صورة ثالثة لأنه الإنسان المريض يعني متحمل ألام وخطايا ونجاسات ده الصورة يعني الحقيقية لنا كلنا الخطيئة لا تنفصل عنها إلا إذا عشنا في المسيح فالله يفصل بيننا وبين الظلمة اللي هي الخطيئة بإرادتنا نبقى عارفين إن إحنا نقصين ومكسورين وكده لكن نعمة المسيح تغطينا وهو ده اللي عملوا المسيح على الصليب جاء لكي يخلصنا وإحنا غير مستحقين زي ما الكتاب بيقول إنه إحنا إنت بالعذر أيها الإنسان ومين مننا ما عندوش خطيئة لأننا كلنا ميتين بالخطايا بيقول كده عننا الكتاب إن إحنا كلنا ميتين بالخطايا ولكن محبة الله نعمة الله جت ونحن بعد خطا مات المسيح من أجلنا وإحنا غير مستحقين قبلنا عمله وفهمنا إن إحنا غير مستحقين لكن محبته الإلهية إعطتنا خلاص وتعطينا بقى نعمة في إن إحنا نعيش القادم بتهارة ونقاء ونعمة قابلين إن إحنا أبناء الله ولسنا بعد عبيد فنعيش بحرية وثقة أبناء الله نشكره في كل حين لإنه مستحق لإن نعمته غيرتنا وكده بيقول كده ذبح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله ودي الآية لأنا أختم بيها النهاردة واشكر بيها الله فعلا لإنه الحمد لله وتسبيح الله بيعرفنا عظمة شخصه لكن ربنا عايز يقول لنا بردو إنه قوم طريقك علشان تقوم قلبك علشان تبقى زي ما قال لنا كونوا قدسين زي ما أنا قدوس مش معنى إن الله غفر لنا إنه نحن نعيش في الخطيئة بل بالعكس يجب إنه نعيش في حرية ونعمة أبناء الله أشكرك رب لإنه أنت مصدر كل حمد أنت مصدر كل امتنان أنت مصدر كل شكر نقدمه ليك لإنك أحببتنا أولا فعلا وإحنا بلا استحقاق نستطيع إنه نقول نحن أبناء الله بيسوع المسيح لكل المجد أشكركم وإلى اللقاء وكل عيد شكرا وإنتوا طائبين